احنا كل الناس اللي بتشتغل في الاعلام مقروء مسموع مكتوب كل الناس بقى عندهم مشكلة دلوقتي انه لو متيجي تطلع تقول رايش رايش زي ما انت قلت كده انا شكباله شايفه او مهر اللهبه شايفه لعيب عظيم تلاقي هجوم منطقة داية ومشكلة تيجي تطلع مثلا تحديدا في القناة العامة بش بس انت رجلت اشتغلت في كل القناة الممكن يقولك انه بما انك قلت ان الاهل كويس فلازم تقول بعدها عطول ان الزمالك كويس لازم توازن طول الوقت بما انك انه قلت انه اللاعب العظيم بتاع الاهل فلازم تقول اللاعب العظيم بتاع الزمالك والعكس يبقى الاهلي خسران او الزمالك خسران بس لازم تقول ان اتنين حلوين الكلام دا حصل جديد يعني من كم يمكن تفرج على ما سبيره زمان وفيه لقاءات اعلامية رياضية زمان اويل حياة سهلة والناس تطلع تقول انا اهلاوي وانا زمالكاوي والاعلام يطلع يقول انا كنت بتنرفز دلوقتي ليه الكلام دا مبقاش موجود يبقى كل كلمة وكل حرف بقى بحساب شديد جدا الناس بقى بتخاف من السوشال ميديا السوشال ميديا بقت مخيفة والناس بتتشتم بشتام غير طبعية يعني في وقت من الاوقاتها كريم انت بتقال عليك اهلاوي وخالد زمالكاوي كابتن شوبير اهلاوي اي حد يعني انت مات انت حر يا ايه كريم اهلاوي ايه المشكلة انت ليك اللي بقوله اه ده انتمائك وحتى لو بتقول حاجات انت في النهاية قد يميل قلبك الى النادي اللي انت بتحبه فهتبقى شايف مشاكل النادي اللي قدامك اكتر من مشاكل ناديك تقولا واحدا محدش يقدر يقول غير كده يعني انا هتبقى شايف انت قلبك بيحركك لكن في نفس الوقت لا يمكن اقول خبر عن النادي المنافس ما يكونش صح ليه لانا هيتقال عليك مغرض على طول كاره قد يكون الخبر ده يدايق المنافس لكن ما يكونش خبر كدب خبر غير حقيقي انت لازم تقول اللي انت شايفه بس هنا هسألك سؤال انت اللي قد بتقولي انه انا ممكن ما تكلمش كتير عن مشاكل نادي الزمالك اسيبها تتحلي من جوه ممكن تتكلم على مشاكل النادي الاهلي وتطلعها في العالم فهنا الاهلي تضرر الزمالك هنا استفاد من وجودك فيجي الاهلاوي بطبيعة الحال وحقه هيجي يقولك طب انت شمعنا اتكلمت على مشاكل نادي الاهلي ما اتكلمتش على مشاكل نادي الزمالك طب بما انك مش هتتكلم على مشاكل نادي الزمالك واحد على قناة ريال مدريد برشلونة هيلعب نهاية دورة أبطال أوروبا يقولك رب يتغلبه بس هنا ماينفعش هنا ماينفعش ماينفعش نقول الكلام دوت يعني احنا بنتمنى للمنافس الفوز على هواق مباشرة بنقول للمنافس عشان ده بيمثل مصر صح؟ صحيح بنوعد نقول كده فبرة ما عندهمش كده مفيش حاجة اسمها ان انت تقعد تمدح في المنافس بتاعك وان انت النادي ده وما فوش مشاكل والنادي ده وكرة لأ انت ما بيكون عليك ضرب الجزاء وبتشوفها ضرب الجزاء بتقول ضرب الجزاء صحيح ما انت بتقرش تجدب طب انت ما تشوف المنافس استفاد من التحكيم هتقول استفاد من التحكيم لان هذا التنافس الكرة الكرة مش حب وانت ليه انت ليه وانا ليه اهلاوي ده هو ده انتماء وانت حبيته الكرة بانتماءك لفرقة بس خاص والانتماء لا يعيبك اه اي ما انت فاش تقول مسلا انا حبيته الكرة بس انا محايد ما انت حبيته الكرة أغلب ما حبيته الكرة وانت زهير وانت عندك 8 سنين كنت بتشجع مين وتتسرة سنين الحياد صح كده ان انت الحياد يكون في الحق فقط وتبقى موضوعي بالضبط موضوعي بس أنت عمرك ما هتبقى موضوعي في نظر المنافس بتاعتك أو نظر المشجع اللي بيشجع الفرقة اللي بتنافس الفريق اللي أنت بتنتمي إليه صحيح عمرك ما هتبقى موضوعي فعشان كده لابد أن أنت ما بتيجي تطلع في الإعلام تقول وجهة نظرك ورأيك اللي هي عمر مكان وجهة نظرك ورأيك مهما كانت هترضي أي حرق الوقت أنت راجل شغال في قناة نادي الزمالك قناة قوية ويا مش عارف أقول لها لك إزاي أنت جاك يا راجل لعب كبير في تاريخ نادي الزمالك يعني أنت زمالكاوي بس الفترة اللي أنت اشتغلتها في نادي الزمالك مش حاس أنها خسرتك كتير لو حبيت بكرة تشتغل في قناة عامة مفوت تتكلم فيها عن الزمالك والأهل بنفس المقدار ممكن تبقى فيه صعوبة في المستقبل لو أنت قررت تاخد شيفتي من قناة نادي الزمالك أكيد طبعا عملي في قناة دريم وفي أون وفي أكتر من قناة كان بيتبص برضو لخالد دا منحاز بس مش زي ما كنت موجود في قناة نادي الزمالك قناة نادي الزمالك طبعا بيشتغل في قناة في قوية فبتقلل فرصك في فكرة أنت تكون أكثر حيادية أو الناس تقتنع برأيك لأنها شايفك طول الوقت مع الزمالك هي خطوة خدتها وأتحمل أن أنا خدت الخطوة دي وأنا شايف أن الإعلام خلاص في مصر ما بقاش فيه حاجة اسمها إعلام محاية حتى اللي بيعملوا في قنوات عامة فأنا أرى أن هم برضو جزء منهم كتير بيبقى منحاز للنادي بتاعه وده بيبان فيه أمور كثيرة جدا خصوصا فيه الأمور المتشاط اللي بتاخد دوري وتخسر دوري وتحكيم وكده هتلاقي حتى اللي شغال في قناة عامة رايح لناديه رايح لسابورت لناديه فما بقاش الإعلام أنا من وجهة نظر حتى الصحفين صحفين زمان فيه صحفين في النادي الأهلي وفيه صحفين في نادي الزمالك وفيه صحفين بيطلعوا في القنوات ولا بيشتغلوا في أهلي وزمالك بس ده أهلاوي وضد الزمالك وده زمالك وضد الأهلي الاتجاه العام دلوقتي ان كل واحد بيقول انتماؤه وبيدفع عن نديه بس بس نكون موضوعي هل شايف دي أجواء صحية سليمة انه يبقى انت تطلع بانتماؤك تتكلم بانتماؤك حتى لو هتضر النادي للمنافس مفيش بصة بصة كريمة اه ايوا انا انا عايز اوصل للنور بصة كريمة التنافس يعني تضر النادي المنافس تنافس يعني انت عايز تكسب وعايز الفريق التاني يخزر لان انت عايز تبقى البطل فهم واللي بنفسك ده النادي الكبير واللي بنفسك هنا ده النادي الكبير بس ده مفوض يحصل في الملعب بس ما هو الاعلام عمره ما هيكون شيء يعني انا من وجهة نظري يعني الاعلام بيقول وجهات نظر وغير مؤثرة على الملعب نفسه لكن قد تكون مؤثرة على الحكام على التحكيم بيخافوا بيقلقوا من المحللين من التحليل التحكيمي والاعلام في بعض الاوقات بيكون مؤثر جدا لكن انا من وجهة نظري خلاص الدنيا رايحة لكده الدنيا مش رايحة للحياة خلاص الدنيا مش رايحة لفكرة ان انت تبقى محايد على فكرة اكثر الاعلامين المحايدين جدا بيتشتنوا والله بتكلم جدا يعني انا مثلا هقولك اهديلك امثلة انت في بدايتك كنت اهلاوي شوية تمام وابتديت تبقى اكثر موضوعية وبتشتغل في قناة التلفزيون ما سبيرو فبقيت موضوعية جدا وبقيت اتفرج عليك وشخصية موضوعية كده متقولوا عليك بيتشتغ سيف زاهر سيف زاهر يمكن اكثر الاعلامين يعني مثلا انا اخذ لغنظور زمالك كابتان احمد شبير اهلي فهم عاصدي لكن مثلا كابت سيف زاهر ولا زمالك ولا اهلي لانه في نهاية بيقول لنا اهلاوي بس هو مش لعيب كورة تمام سيف من اكتر الناس اللي بيحاول يكون ايه متوازن تمام بيتشتم ولا انا غلطان لأ ما هو كده كده الاتجاه العام خلاص كده لأ وفي اتنين دايما بيتشتم طول الوقت الراجل اللي بيحكم كده كده من الوقت نخجع والراجل اعلامي عشان انت كده كده انت موطلش انت اهلاوي يعني ما مشتش معاي طول خط بغض النظر الاعلامين الفقاوين اللي بيشتغلوا في قنوات تاندية سواء زمالك او اهلي بس اي اعلامي تاني بيشتغل انت كده كده ما شاورتش ولت انا اهلاوي او زمالكاوي بالضبط فانت ضدي بالضبط يعني هو حتى في اعلامين بيخافوا انتم 않고 يعني في اعلامين يقولك لا انا مش اهلاوي ولا زمالكاوي طيبها الاعلامي المفروض يقولي اتجاه او يعني هو بيشجع مين او منتمل مين الاعلامي فtr meta فلعادي مش عايب انتم وا مش عايب لكن عمل هو اللي بيحدد إنه عايب ولا مش عايب يعني انشغلنتו طرقتوا اسلوبو اللي تفاصيل كلامه يعني ممكن يكون معه وضد ويكون معه وضد يعني انت شايف انه عادي يعلن يعني السبوسي مفيش حد مش معروف انتمائه يعني بنسبة كبيرة كل واحد له تاريخ وقصد حاب واصدقاء وقبل ما يبقى في العمل الاعلامي وبعد ما يبقى في العمل الاعلامي وفي بداياته وبعد ما وصل لنجومية يعني خلاص لو انت ما كنتش الاسم الكبير كانت خلان غندورك لعب كورة معناه دي الزمالك كنت تحب اني الناس تقرف انتمائك يعني انت كنت مشجع للزمالك بس ما مش عارف اجاوبك عالسؤال ده لان انا وانو انا عائل صغير فبالع في الزمالك وبتاع فمش عارف هبقى عامق لا عصد انت ساعات كده ما بتقولش النفسك ايه ياهيت ما كانتش حد يقرف انتمائه عشان اتكلم بقى براحتي واقول لانا عائلها لا لا خالص لا والله خالص لان اخد بالك انا طول الوقت في الاعلام في اللي انا بقدمه بخاطب المنطق والعقل عشان كده انا ما عنديش مشكلة ان انا اواجه اي حد واعد قدام اي حد اعتى الاهلوية او اعتى الزمالكوية او اعتى الاسمالوية انا ما عنديش مشكلة لان ارائي انا من وجهة نظم شايف ان في اي اراء من اللي انا بقولها مغردة لكن بقول رأيي ومقتنع بي وشايف ان المنطق اللي انا بتكلم فيه هو ده الصح